خلوني أسأل سؤال تاني وهبتدي بحضرتك مهندس برتيشة ليه الأعضاء ينتخبوك وما ينتخبوش الأساتذة الاتنين المنافسين أول حاجة بما قلنا أن أهم حاجة النادي دلوقتي الشنطة الطوارية عايز مجموعة من الإنشاءات الجبارة تي عايزة على الأقل 400 مليون جنيه عش تعملي نهضة زي الأندية اللي حوالينا في اسكندرية عندنا أندية رجال أعمال أثبتت قدرتها على ناديين ليه ينتخبوك أنت؟ عشان أنا عندي الخبرة الكفاية أنا عندي خبرة كبيرة جدا عندي سابقة قبل كده في التمويل أعرف أمول أعرف أفكر وشايف أنهما ما عندهمش نفس الخبرة دي الخبرات مختلفة أنا عندي أنا عملت ناديين نجحين ومشيين كويس وأعرف إذا أمول ليه سابقة في التمويل حتى ما كنت من عشرين سنة رئيس لجنة راضية أنا مولت فرق بتسافر أمريكا بدون أي دعم من نادي كانت سابقة بتكلف 300 ألف جنيه وكان نادي بيديني 10 ألف جنيه دعم ناشئين فأنا عندي رسالة وفاهم أنا هقدر أعمل إيه قدراتي خبرتي سابقة على أرض الواقع أنا بحلمش أنا كل مشكلة في النادي عندي حل لها أيا كانت المشكلة وبالتالي شايف أن حضرتك لديك الخبرة الأكتر في أنا عندي الخبرة الجاهزة للتنفيذ أنا ما بطلبش مهلا أنا جاهز أن أنفذ من بكرة التطوير قدامك 20 ثانية أديني مسأل واحد أديك مسأل واحد أكبر مشكلة عندنا في النادي الباركينج مشكلة غريبة الباركينج ده نحيله بكذا طريقة هكلمه في أكتر من محور واحد أول حاجة أننا هنظم الدخول النادي بأبواب إلكترونية اثنين هحط الأبواب دي هعد عدد العربيات اللي موجودة جواه النادي قد إيه وليكن ألف عربية هيبع 20% منهم للخدمات لخدمات الخاصة زي الهنديكاب والمرضى والـ 80% فقط هيسمحوا دخول النادي ويبعى عندك عدد على المدخل خلاص سيادة الليوة ليه الأعضاء ينتخبوكم وينتخبوش الأسادزة الآخرين أنا مع احترامي أنا جاد في العمل أنا مش محمل بفواتير هم غير جدين في العمل لا جدين بس يمكن ممكن يكون محملين بفواتير انتخابية قبل كده يعني مع ناس موجودة في النادي بس حالات نزلت انتخابات أساسي نزلت انتخابات لأول تجربة اللي فاتت دي عشان أعرف النادي ومشاكله وأتعايش فيه المحسن به طبعا كلامه سليم 100% بس هو ناجله موجود عضواني استدارة حالي فهو كان ممكن يساعده وهو واقف جنبه كان ممكن يساعده في هذا الكلام وينكفز الكلام فهل احنا كنا مستنين وابنه الكبير الدكتور وارده راجل عظيم لكن في السعادية بقاله 16 سنة بأييد عن النادي هل هو اعتزل الطب حاليا عشان الجاي يقعد في النادي أنا بسأله وسؤالك عضو جماعة وميه هل اعتزل الطب ولا هيرجع تنيه السعادية ده تساؤل مني محسن به أقدم آخر يوم في الانتخابات دكتور وارده أقدم يوم الاثنين وراءه وتراجع ورجع تاني يوم الخميس أنا جاد أنا محمل بفواتير عضاء الجماعية عضاء الجماعية أنا أعرف هم عايزين هي هم عايزين ناديهم يرجع تاني هم بيشتكم هم عايزين السيستيم والرياضة هم عايزين كل حاجة بالنظام هم شايفين النادي فيه أغراب كتير أنا هرجع النادي لأولاده أنا هلجل أدوها الرياضية عضو النادي هو اللي يلعب أنا المسؤول أدربه وأعمل له أبجريد وأكبر مدربه وأطلع مدربه برق يتعلم أنا من النادي وأنا وقعد في النادي أنا عندي الشغل برق أنا متفرق دكتور وارده لازم ترد على السؤال هل حركة تتفرق وليه الأعضاء ينتخبوا حضرتك وما ينتخبوش الأساتزة الآخرين أولا الأعضاء لهم الحرية الاختيار ينتخبوا أي حد وأي حد من الزملاء مكسب للنادي الحقيقة السؤال أرجو أنه ما يتحطش على التايم اللي هو السؤال اللي هو سأله لي ممكن نزوده شوي أنا زي ما قلت حياتك هي مراحل وأنا الحمد لله خلصت المرحلة العلمية والعملية بتاعتي وقررت إن شاء الله الاستقرار بصفة دائمة وأنا بالحمد لله أستاذ في الجامعة وعندي عملي واستقراري ده معناه أن أنا إن شاء الله بإذن الله جاي عشان أخدم النادي ليه برضو الناس تنتخبك وما ينتخبوش الأساتزة الآخرين تاني انتخبو أي حد هما الحمد لله ممتازين أي نيزة اللي فيك مش موجودة فيهم أهم حاجة الحقيقة يمكن أبختلف مع الزملاء إن أنا هدفي هو بناء الإنسان داخل النادي أنا مش بدور أولا على منشآت أنا مش بدور أولا على كيف نسلح الرياضة قد ما أقدر أبني الإنسان قيمة نادي سبورتينج في تاريخه وفي أعضاءه إزاي؟ ولابد إن أعضاءه يكونوا فخورين إنهم أعضاء في نادي سبورتينج إزاي يبقى فخور؟ بتشمل كل حاجة بقى إن أنا أقدم له خدمات متميزة إن أنا أبني له منشآت جميلة إن أنا أمظلمش أولاده في الرياضة إن أنا لما يكون عندي أبطال أرعاهم إن أنا يكون عندي فرق رياضية أنشرها في كل الألعاب نادي سبورتينج للمعلومية في 22 لعبة كلهم بيتلعبوا في النادي بإمكانيات كاملة ودي حاجة تقل كبير وتقل جامد على الإدارة ولابد إن واحد أنا الحمد لله كنت نائب رئيس مجلس الإدارة في فترة والحمد لله أنجزنا حاجات كتيرة في الفترة دي والحمد لله الخبرة إن الواحد يكون رياضي وماشطري أو اشتغل كنايب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس المكتب التنفيذي دي بتجعلني أعرف إيه احتياجات العضو وإيه احتياجات الجماعية العمية في الفترة القادمة